في إجراء جديد تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو للتضييق على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال أعلن نتنياهو العزم على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي تمويل دول أجنبية تلك المنظمات التي تناهض الجيش الإسرائيلي وممارساته بحق الفلسطينيين إجراء يراه الفلسطينيون وأنصار حقوقهم سعيا للتعتيم على ممارسات الاحتلال في وقت تكثف فيه إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة لا تتوقف ملاحقة الحكومة الإسرائيلية جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الإسرائيلية المناهضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن نيته تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي تمويل دول أجنبية لمنظمات تنشط ضد الجيش الإسرائيلي ما من جيش أكثر أخلاقية من جيش الدفاع وهذه حقيقة لذا اتخذنا اليوم قرارا مهما بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص مسألة تمويل دول أجنبية لمنظمات تنشط ضد جنودنا سنضع لذلك حدا جنودنا يحموننا ونحن سنحميهم لم يسمي نتنياه المنظمات الإسرائيلية المقصودة ولا الدول التي تمولها لكن المعطيات الرسمية تتطرق ل27 منظمة يسارية لها نشاط مناهض للاحتلال وتتلقى جزءا من موازناتها من دول في الاتحاد الأوروبي قرار نتنياه يعني أن اليمين يواصل ملاحقة اليسار وملاحقة الأشخاص الذين يحاولون الدفاع عن الديمقراطية ويعني أيضا أن اليمين لا يملك إجابات على من أطرحه لذا يريد التحقيق في مصدر أموالنا شرع الكنيسة العام الماضي قانونا يلزم الجمعيات التي تتلقى تمويلا أجنبيا الكشف عن مصادر تمويلها في كل مكاتباتها الرسمية كما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعمل على تشريع قانون آخر يمنع دولا وأطرافا أجنبية من تمويل منظمات إسرائيلية بحجة أن ذلك يعد تدخلا بشؤون إسرائيل الداخلية تقول المنظمات اليسارية التي قد تكون مشمولة في قرار نتنياه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلق بالون اختبار جديدا قد يصل هذه المرة إلى حد المواجهة مع دول تدعم تلك الجمعيات شيري نونس كاينيوز القدس معنا الآن من القدس الناشط السياسي كريم جبران مساء الخير أستاذ كريم مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا المسعى الذي يقوم به نتنياهو فيما تعلق بالجمعيات والمنظمات الإسرائيلية التي تتلقى دعم أو تمويل من جهات أجنبية يعني البعض قد يعتقد بأن هذا إجراء سيادي تقوم به أي حكومة ليس فقط في إسرائيل وإنما في دول أخرى بأن أي جمعية تنشط على أراضيها تتلقى دعم وتمويل من الخارج يجب أن تفسه عنه أو أن تمنع عن القيام بالنشاط ما الخطأ من حيث المبدأ في هذه المسألة بالبداية أنا أحب أن أنوه لقضية وقضية مهمة جدا أنه تحديدا في هذا التوقيت أنا أتكلم نتنياهو عن لجنة برمانية للتحقيق في مصادر تمويل المؤسسات الحقوق الإنسان والجمعيات التي يمكن أن تكون ناشطة ضد الاحتلال في ظل فترة تشن ضده تحقيقات وتحقيقات مكثفة على تمويل خارجي وتمويل خارجي غير معروف مصادر فنتصور أنه جزء من العملية هي عملية تحويل الأنظار من فساد تحويل الأنظار من قضايا تحقيقات حتى وصلت للشرطة بتقوم بالتحقيق في هذه القضايا وحرفها باتجاه منظمات حقوق الإنسان وكجزء من تحريض الدائم اللي كانت تقوم في حكومة إسرائيل وعراء السنة نتنياهو ضد مؤسسات حقوق الإنسان والهدف من هذه القضية هو عملية كم أفواه هذه المؤسسات عودة لسؤالك حول أنه قضية سيادية بالتأكيد أي دولة فيها الحق بأنها تعرف مصادر التمويل للجمعيات التي يمكن أن تكون ناشطة في داخل البلد بس عملية هذه الجمعيات وجميعها تقريبا مصادر تمويلها معروفة حتى على المواقع الإلكترونية لهذه الجمعيات أماكن أو مصادر التمويل هي واضحة جدا لا يوجد أي شيء مخفي بهذه القضايا وفي إسرائيل هناك مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات حتى اللي ممكن تكون دعوها من الدولة اللي بتتلقى دعم خارجي مؤسسات تعليمية مؤسسات صحية جمعيات خيرية مؤسسات استيطانية وجمعيات استيطانية بتتلقى أموال طائلة جدا بدون حتى معرفة المصادر هذا التمويل الحديث هنا عن قضية أو مسألة سيادة الانتقاد للإحتلال هو ليس مسألة داخلية إسرائيلية ولا مسألة سيادة إسرائيلية الحديث اليوم بدور بشكل أساسي على المؤسسات والمنظمات اللي بتنشط ضد الاحتلال ضد الممارسات الاحتلال على الأرض وبتفضح هذه الممارسات وهذه اللي بشوف فيها نتنياهو وأقطاب حكومته أنه قضية ممكن تكون مسيئة قضية ممكن تكون غير صحيحة وبالتالي بدون حاول يكم أفواه وهذه المؤسسات بالخلال حد التمويل والتحريض في داخل المجتمع الإسرائيلي على هذه المؤسسات وهذه الجمعيات أستاذ كريم أنا سألتك السؤال ليس دفاعا عن سياسات نتنياهو ولا تبريرا للإجراءات التي يقوم بها وتشكيل هذه اللجنة ولكن هذا السؤال قد يطرح وقد يكون تبرير تستخدم الحكومة الإسرائيلية لتبرير مثل هذا الإجراء دعنا نتحدث بالتفصيل عن بعض هذه المنظمات وعن الدول المقصودة هنا أستاذ كريم من هي تحديدا المنظمات التي تراقب هذه النشاطات التي يقوم بها جيش الاحتلال تحديدا ومن هي الدول المشمولة ربما في مثل هذا القرار هناك العديد من المنظمات مجموعة كبيرة جدا من المنظمات بس هناك استهداف بشكل أساسي لمنظمتين أساسيات التي هي منظمة كاسيرو الصمت اليوم جنود مصرحين يتكلمون عن انتهاكات الاحتلال بشكل واضح ويجيبون إفادات جنود ويتكلمون فيها عن هذه الانتهاكات وفي منظمة بتسالم أيضا التي تقوم بعملية فضح من خلال تصوير فيديو ومن خلال توثيق شهادات لضحايا فلسطينيين تعرضوا لانتهاكات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطني هذه المؤسسات بشكل أساسي هي المستادفة وتم الحديث بوقت سابق عن محاولات الحد أو الإغلاق حتى كان تهديد في إغلاق منظمة بتسالم كان فيه تهديد بسحب أو هناك كان تصريحات من قبل أقطاب في الحكومة عن سحب جنسية مدير عام مؤسسة بتسالم عندما تكلم في داخل مجلس الأمن بشكل واضح ودعا المجتمع الدولي لأخذ إجراءات عملية من أجل وقف الاحتلال ووقف سياسة الاحتلال هذه الأصوات لا تعجب نتنياهو ولا تعجب حكومة نتنياهو إذا كان الحديث عن سيادة وعن قضية تمويل فلتفتح ملفات الجمعيات الاستيطانية التي تحصل على أضعاف ما تحصل عليه وأنظمات حقوق الإنسان وهذه المصادر غير مفتوحة أصلا للجمهور مؤسسات حقوق الإنسان أموالها مفتوحة للجمهور معروفة وإن مصادر التمويل ومصادر الصرف وبالمناسبة التمويل بشكل أساسي يأتي من دول أوروبا من الاتحاد الأوروبي والتي هي ضمن برامج لدعم الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان في العالم هناك تجارب ممكن تكون في أماكن أخرى في العالم حكومات ديكتاتورية قابت باسم السيادة بمنع هذا التمويل على طريق أو محاولة إغلاق وكم الأفواه وأغلاق أي صوت بدعي إلى الدمقراطة في داخل هذه المجتمعات إسرائيل تدعي أنها هي الدمقراطية الوحيدة في المنطقة وبالتالي ولا يمكن الحديث عن دمقراطية في ظل وجود احتلال في ظل وجود قمع لشعب آخر في ظل وجود انتهاكات يومية للقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي تقوم فيها حكومة إسرائيل وجيش الإسرائيلي في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال بناء استيطاني من خلال استهداف الجسد واعتقال استهداف جسدين للمواطنين الفلسطينيين قتل كمان بطريقة غير مبررة وغير قانونية كل هذه القضايا نتنياهو يريد كم الأفواه لا يريد الحديث عن هذه القضايا لا يريد الحديث عن هذه الانتهاكات وهذا الهدف الأساسي من الحديث وتوجيهه ناره باتجاه مؤسسات حقوق الإنسان بالتحديد طيب أستاذ كريم لدينا دقيقتين إذا سمحتين لأنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي مسألة الجمعيات الاستيطانية التي تحظى بتمويل كبير من الخارج وخاصة من الولايات المتحدة كما تعلم جيدا هناك جمعيات في الولايات المتحدة وربما في دول أخرى تقوم بجمع التبرعات وبتمويل هذه النشاطات الاستيطانية وهذه الجمعيات اليمينية المتطرفة إلى أي مدى مثل هذه الجمعيات تتأثر أيضا بمثل هذه القوانين الجديدة لا هو أصلا تصدميم هذه القوانين يعني بحاول أنه يستثني هذه الجمعيات أصلا من أي مسألة ومن أي قوانين بتحدد من تمويلها بالعكس هناك محاولة للأجلب التمويل باستمرار لهذه الجمعيات ودعم لهذه الجمعيات بشكل رسمي من قبل الدولة ومن قبل الغلاة اليمين في جميع نحاء العالم بدعم هذه الجمعيات حتى هناك كثير من مصادر التمويل غير معروفة مصدرها هل هو مصادر نقود نظيفة أو قذرة أو سودة فيه كثير من ثقب أسود قضية التمويل لهذه الجمعيات غير معروف بينما إذا تتكلم عن مؤسسات حقوق الإنسان وفيه هناك مراقب الجمعيات الإسرائيلي اللي يراقب بشكل كل دولار يدخل لهذه المؤسسات وكل دولار يطلع من هذه المؤسسات يعني هناك مراقبة كبيرة جدا من قبل الدولة على مؤسسات حقوق الإنسان ورغم ذلك الهدف ليس المراقبة ولا الشفافية ولا معرفة المصادر الهدف تجفيف هذه المؤسسات الهدف الحد من عمل هذه المؤسسات على طريق إنهاءها ولو كانت المؤسسات تتسوق مع سياسة الاحتلال لن تجد أصوات في داخل حكومة إسرائيل بتحاول تحجب من تبويل هذه المؤسسات وتحاول تغلق هذه المؤسسات الهدف الأساسي هو قضية إخراس قضية إسكات قضية طمس للحقائق التي تصير طمس للانتهاكات التي يكون فيها الاحتلال على الأرض هذا الهدف من هذه المسائل وليس قضية شفافية ولا قضية سيادة ولا قضية أي مسألة من هذه القضايا كلها تكلمات حق أريد بها باطل شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم واستمرار السياسة الاحتلال وإطلاق قد الاحتلال شكرا جزيلا لك كريم جبران الناشط السياسي كان معنا مباشرة من القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر